اشتركوا في القناة في القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادية استمرارا لمسيرة النماء والتطوير المستمرة التي تعيشها مملكة البحرين وتنفيذا للرؤى والتطلعات النيرة التي تخطها الحكومة الموقرة وتعمل على تنفيذها وفق استراتيجيات وأليات عمل محكمة ودقيقة وافق مجلس الوزراء الموقر خلال جلسته الأخيرة على مذكرة اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بشأن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والتي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية يندرج تحتها ثمان وأربعون برنامجا وتستهدف تنويع الاقتصاد الوطني في المجالات الرقمية وتسجيع الابتكار لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رقمي عالمي إذ يأتي هذا التوجه الحكومي لتنويع الاقتصاد الوطني في المجالات الرقمية كهدف استراتيجي طموح أوجدت له الأرضية الخصبة للعمل على تحقيقه والمناخ التشريعي والتقني والاقتصادي الملائم إذ حققت المملكة في هذا المجال خطوات مهمة مهدت الطريق لمزيد من النجاح والتطور خلال السنوات القادمة بما يحقق أهداف خطة التعافي الاقتصادي تهيئة البيئة الملائمة وكل متطلبات العمل والدعم الفنية والإدارية اللازمة لتعزيز وتشجيع مجالات الابتكار في مملكة البحرين تتجهز بشكل مستمر ومتسارع يتماشى مع الخطوات البناءة للحكومة الموقرة في مختلف المجالات إذ أن الابتكار وخصوصا في المجالات الرقمية يسهم في تطوير العديد من المجالات الحيوية الهامة التي تساعد على تسريع وطيرة الإنجاز والتقدم وتعمل على خلق الفرص البناءة وتجاوز العقبات والتحديات بما يحقق الأهداف السامية والرؤى البعيدة لتعزيز مكانة البحرين إقليميا وعالميا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر